مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الجمعة 21 شباط فبراير اليوم الامر موجود ببرش هوائي ببرش الدلو كل النهار وبالتالي مفروض اليوم الجو يكون حلو للأبراج الهوائي مواليد الدلو اكيد بالطليعة الجوساء وكذلك مواليد برش الميزان وهناك على الارجح كمانا عندنا يمكن تكون مواليد برش الحمال شوية مرتاحة على وضعه اكتر كمانا يمكن تكون مواليد برش القوس كمانا مرتاحة على وضعه اكتر كيف بدي يكون هيدا النهار لازم تسمعوا الأبراج طبعا الأسبوعية لحتى تعرفوا كيف بدي تكون بقية الايام لحتى ولكون نهار حلو تستفيدوا منه البداية طبعا مع برش الحمل اليوم مولود برش الحمل اكيد اليوم اريح من يوم الاربعة والخميس اليوم نهار نوعا ما بيقدم لك نوع من مبادرة حلوة وكأنه شخص او كأنه فريق او كأنه مسألة معينة او يمكن تكون العيدة كلها بحد ذاتها تغير المود عندهم وصارت الأمور أفضل ما معناتها انه هن اللي غيروا رأيون على الارشح انت المود عندك تحسن وهذا شيء صحيح ما معناتها ما معناتها اجازف طولوا بالكن موليد برش الحمل تبقى الموليد الاكثر حظا اليوم هي موليد 5-6-7 نيسان عبريل لانه كوكب الزهرة موجود حدكن ببرشكن بالنسبة لبرش الثور اليوم مولود برش الثور نحن حكي ناصرنا يومين انه الاجواء حلوة كتير الاجواء ايجابية اليوم بيلاقي حالو مولود برش الثور انه فجأة صار هو مسؤول لنهار الجمعة اللي هو نهار عطلة على كتير من القصص والحكايات طيب يبلي شركوا المولود برش الثور حتى يلحق تذكر انه الجو ايجابي فما تنزع الامور اللي معقولة تصير من حولك ما تنزع علاقاتك ما تنزع الجو ما تكهربه نبصت اليوم ارتاح اليوم وجود الامر في برش الثور يمكن يخلق لك هالجو المتقلب لكن ما لازم تنجرف وراه الحظ بيضل معك كون حذر بجميع الاحوال مولود 23-24 نيسان عبريل بنتقل لبرش الشوساء يلي اليوم نهاره كتير حلو واليوم هو افضل يوم من يمكن حتى من التنين اللي مرأ وبالتالي اليوم مولود برش الشوساء بنتظارك نهار جمعة كتير حلو ممتاز رائع ايجابي بيحملك اكتر من خبر حلو وبيحملك نوع من انفراج وبيحملك فرحة وبيحملك خبر تسوية او مصالحة اجواء رومانسية قد ما بدك تبقى الموليد الاكثر حظا كلكم محسوسين لكن بشكل خاص في اليوم تكون الاكثر حظا موليد شهر ايار معيوم بنتقل لبرش السرطان كمان مولود ببرش السرطان ضحكتك بتبين بتخف الضغوط بتبعد عن المشاكل المشكل اختفى بطلت الاجواء المعاكسة هالغيوم اللي كانت عندك اليومي الاربعة والخميس اختفت وراحت وهلأ صار في مكانة نوع من اجواء حلوة لطيفة ربيعية بعد مكانة تاك شوي معتمة الاجواء صارت احلى وحضروا حالكم الى تحسن تدريجي بعد اكتر واكتر الاكثر حظا فيها تكون موليد 23 24 25 هزيران يونو بنتقل لبرش الأسد اليوم مولود ببرش الأسد بيكشر يمكن شوي معقول ينزع عطلة الأسبوع عنده معقول يختلف مع حدا فيه شغل فيه ركض ومطلوب ضروري منك مولود ومولودة برش الأسد انكم تكونوا طولوا بالكم تكونوا مرنين اكتر تحكم عن الناس اكتر مش ضغرة تنتقضوهم او توصلولهم كلمة او بتكون تنتبهوا لانه اليوم انتوا حساسين والناس بتفهمكم غلط كونوا حذرين مش بس الجمعة السبت ايضا بشكل خاص اذا كنتوا من مولود تموز يوليوم بنتقل لبرش العذراء اليوم مولود ببرش العذراء الاجواء عندك صارت ركض بركض وعندك عطلة اسبوع طويلة طويلة مزعجة اربعة ايام لازم تسمع الابراج الاسبوعية الاجواء عند موليد برج العذراء متقلبة صعبة منة مستحيلة المستحيل يمكن يكون الاحد والتانين فبنتظر لكم ركض سعي التأخير ممنوع وإلا بترتد عليكم سلبا يبدو كأنه في بحث بعدة قصص بينكم وبين جيران بينكم بين حدن بينكم بين الناس تشتغلوا معهم في اخدوا عطة أو في تركيز عاديم بالبيت عم تشتغلوا وعم بتركزوا معا تكون وقت تضيعوا وقت بالمرة بالمرة وبتكونت بعدوا عن المشاكل مع اي شخص بالراني بتكون تعملوا بتكون تطولوا بالكم يعني ممنوع المشكل إذا كنتوا عطاريه ممنوع تعملوا مشكل كنتوا بالمدرسة بالجامعة وين ما كنتوا الأكثر حظا فيها تكون 26-27-28 أب أغسطس أيضا 10-11-17-21 سبتمبر بنتقل لبرش الميزان يلي اليوم مولوبرش الميزان مبسوط كتير وضحكته فعلا ملعلعة الأجواء اليوم عند مولوبرش الميزان مضحكة مسلية بتفرح تدعو للانشراح وبتحمل طمأنينة هناك حب هناك نجاح هناك أخبار سارة بتشيل الهم يلي زعشت منه الأربعة والخميس كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص موليد 1-10 أكتوبر بنتقل لبرش العقرب اليوم مولود ببرش العقرب بدك تنتبه لأنه فيه احتمال تكون أنت المزاجي مش الناس أنت بتفكر غلط مش أنه أنت بتفكر غلط لا اليوم يمكن تاخد الانطباع غلط عن الناس يمكن تتسرع بكلمة يمكن تسرع بحكم على شخص فالأجواء اليوم تطلب من مولود ببرش العقرب أنه يكون أروى هادئ أكتر رايق أكتر ويبعد عن الأخذ والعطى اليوم جرب تهرب من هالإشياء خاصة أنه يوم جمعة وبدك ترتاح والعائلة بدون يرتاحه والكل عنده مشاكل فطولوا بالكن اليوم وتذكروا أنه شمس موجودة في برش الحب عنكن فخلوا اللقاءاتكن وقعداتكن مع الولاد مع العائلة مع الأهل مع الأحبة شو ما تكون اليوم قلوا لون أنه اليوم لألكن لحتى هيك ينبسطوا ويبطلوا ينقوا وأنتوا بترتاحوا شوي بعض مولود ببرش العقرب يمكن يكون عندهم احتفالات عائلية أو مناسبات عكلين كونوا حذرين ستة عشرين سبع عشرين أكتوبر بنتقل لأبرش القوس اليوم نهار كتير حلو لي موليد ببرش القوس بيشيل الهم اليوم موليد ببرش القوس بيفرحوا بتبادل معلومات بتبادل رسائل بتبادل أخبار وهناك نوع من حركة كتير نشيطة سريعة بمحيطك بتنقليتك بسفراتكن بزياراتكن ناشطين ديناميكيين وبتحركوا عطلة الأسبوع بتكون عطلة أسبوع ولا أجمال من هيك تبقى الموليد اللي بعتبرها الأكثر حظان من غيرها كلكون محصوصين اليوم بشكل خاص اليوم فيكن تكونوا محصوصين ستة سبعة واتمانية ديسمبر تكمل مع برش القوس اليوم مولود برش القوس الأمر منه ببرشك لكن الأمر موجود بالبيت التاني اللي هو بيت المال هيدا معناته إنه اليوم مولود برش الشدي عم بيأسس لمرحلة مالية عم بيفكر عنده قصة بده يحلة عنده قصة بده يخلص منها وهيدا شي بيجر عليك اليوم نوعا من تخصيص ووقت لها القصة يمكن تكون فاتورة لسوبر ماركت يمكن تكون فاتورة لمطرح معين يمكن تكون مثلا مصروف أنت مخصصه لألك للعائلة لشيء لضهرة عطلة الأسبوع اليوم فيه بحث ببعض المسائل ومش بالضرورة أبدا كون سلبية لكن لأنه كوكب المريخ موجود حد برشك إذا كتسوعا ما هلكون عطلة أسبوع انت بهم للمشاكل كوكب المريخ يجذب المشاكل والإنفعالات والأمراض والحوادث وذلك إذا كنتوا من مواليد 24 إلى 26 ديسمبر كونوا حاضرين بتقل لبرش الدلو اليوم مولود برش الدلو الأمر ببرشكن أنتم أصحاب الحصوص وموليد برش الدلو الأقوى الأنشح والأكثر فعالية ضغري ضغري بتاخدوا جواب ضغري بتاخدوا قرار أجواء كتير حلوة بترافقكن أجواء بتدعمكن أجواء بتعطيكن ما بتاخد منكن واليوم النهار بعتبروا بغرب القضايا وبيقدم لكم الحل النهائي يمكن أنتم تطرحوا الحل النهائي المهم اليوم الأمور تسير بسرعة بشكل بناء فعال والخبر اللي بتاخدوه هو الصائب يعني اللي بيوصل لكم هو بيكون الخبر النهائي ها كلنا بعد فيه بكرة بكرة اللي هو يوم السابت كمان فيه عندكم أخبار بتوصل لكم حلوة الأوفر حظا اليوم هي مواليد شهر كينون 2 يناير بنت إلا برش الحوت يلي اليوم عم بيعيش لحظات من الهدوء والضجر اليوم مولو برش الحوت دا كتنتبه نهار جمعة وبالتالي احتمال كونوا مع العيلة مع الناس ظهرانين مع صحابكن مع حبائكن ومعقولة اليوم يخزلوكن معقولة تزعلوا اليوم يخيبولكن أمالكن أجواء منها الأدة واو ورائعة خصصوا هيدا اليوم لا مثل ما هو هيدا اليوم خصصوه وبعده عن المشاكل ما في ظهران ما في ظهران مش بنقعد شهيء زفير ونبكي ونو طولوا بالكن تركوا الأمور مثل ما هي وبعده عن أخذ القرارات والخلاصات لأنه اليوم كل شي بتفكروا فيه بتلعب النتيجة يمكن اخذينوا لأنكم زعلانين أو متسرعين أو بتندموا بعدين فطولوا بالكن انبسطوا تحكوا حطوا شي فيلم بيدحك كونوا مع أصحابكن كازدروا وغيروا شو كونوا حذرين سبعة ثمانية وتسعة أدار مارس بختم مع مولود اليوم بقلوا لمولود اليوم إنه بانتظاره سنة سنة نوعا ما بدأ تكون سنة للاهتمام بالذات لحتى تغربلوا أصدقائكم صداقاتكم تغربلوا الأمور اللي عم تعملوها ومش نافعة لحتى تهتموا بحالكم شسديا وصحيا ومعنويا هايدي السنة يشتغلوا فيها على نفسيتكن على جسدكن على روحانياتكن هايدي السنة بالرغم من هاشي كمان بتقدم لكم فرص ثمينة جدا ورح بتكون ثمينة أكتر مقبلي في السنة التي تلي أدار مارس تموز يوليو أب أغسطس أكتوبر ونوفمبر هني أفضل الأشهر إلى اللقاء ودعكن باي باي